رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمي تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يصطديق سياسيين وفاعلين واصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان رمضان مبارك سيداتي والساداتي أسعد الله ليلتكم بكل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بنا جميعا في حلقة جديدة ومباشرة من برنامجكم خلال شهر رمضان من الاثنين إلى الخميس ملفات للنقاش ملفات للنقاش لحلقة اليوم نخصصها لعودة التوتر وتعطر الحوار بين التنسيقية الوطنية للأساتذة التي نفرض عليهم التعاقد ووزارة التربية الوطنية بوساطة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبحضور النقابات الست الأكثر تمتيلية بقطع التربية الوطنية فلماذا عاد التوتر من جديد بين أساتذة التعاقد ووزارة التربية الوطنية من يتحمل مسؤولية هذا التعاثر ووسط تباين المواقف مركزيا وجهويا وإقليميا من يدفع أساتذة التعاقد للعودة إلى الاحتجاج وزرع عدم الثقة بينهم وبين مكونات الحوار مع قوة الامتحانات الإشهادية ونهاية الموسم الدراسي ولمصلحة من هذا التوتر وهذا التعاثر هذه الأسئلة وغيرها يجب عنها ضيف حلقة اليوم من برنامج ملفات للنقاش السيد الأستاذ الحسين السوفيان عضو لجنة الحوار مع وزارة التربية الوطنية والمنسق الجهوي للأساتذة الذي نفرض عليهم التعاقد بجاتسوس ماسا وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مرحبا بك سيحسين وشكرا أولا على تربيتك الدعوة وتحملك عن التنقل من خارج مدينة أقادير مرحبا طبعا في البداية هناك مستجد هذا اليوم وفاة تسميه التنسيقية الأب الروحي للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد عبدالله حاجيني ما الذي غير هذا القرار أو هذا الموت المفاجئ لهذا الأستاذ المتقاعد الذي ناصر التنسيقية ثلاثة مصاري وحضر في محطة 24 أبريل نعم تحية لهذا المنظر الإعلامي فعلا اليوم مفاجئ بهذا المستجد وهو يوم أسود في تاريخ لأن السيد عبدالله حاجيلي لم يمت وهو يقوم بجولة عادية في سوارع الرباط إنما مات أو لنقول قتل أثناء احتجاجات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإنزال والمعتصم الممركز بالرباط في الـ 24 من أبريل وبالتالي عزاؤنا واحد لأنه فعلا هو أبو التنسيقية الذي ناصر وناضل من أجل حقوقنا المشروعة والعادلة عزاؤنا واحد وعزاؤنا لأسرته الصغيرة ولأسرته الكبيرة طبعا هذا المستجد له ارتباط أيضا بالتوطن الأسبوع الماضي قاطعتم الحوار مع وزارة التربية الوطنية بعد هدنة وبعد التحاقكم بالأقسام في أقل من أربعة أسابيع يأتي هذا القرار دي المقاطعة ما هي الأسباب التي دعتكم إلى مقاطعة جلسة الحوار خاصة أن الحوار كان في اتفاق ديها 13 أبريل وكان توافق بين ممتلية نسيقية الوطنية السيدة التي نفرض عليهم التعاقد ووزارة التربية الوطنية بحضور النقابات الأكثر تمتيلية السيدة الأكثر تمتيلة بخطاع التربية الوطنية بالوساطة للمجلسة الوطنية حول حيث كانت التزامة دي الوزارة ما الذي يدفعكم لهذا المقاطعة وبالتالي هذا يزكي أنه يخلقين هذه التقاة بينكم وبين الوزارة كمحاور رغم وجود هذه التطمينات دي الوساطة دي المجمعة للمكوينة يعني كانت هناك مجمعة من الوساطات وكانت الاستجابة من نسيقية الوطنية السيدة الذين فرضوا عليهم التعاقد في مجلسها الوطنية وقررت تعليق الإضراب ليس فقط استجابة لهذه الوساطات ولكن كذلك لأنها قدمت مصلحة التلميذ على المصالح الداتية للجميع وبالتالي هنا علقنا الإضراب ورجعنا إلى الأقسام تلبية للنداء التلاميذ أولا والآباء والأمهات بعد ذلك في أربعة أسابيع ونحن ننتظر الوزارة أن تخرج بمذكرة تلغي جميع العقوبات الزجرية من طرد وعزل الأستداء الذين فرضوا عليهم التعاقد لكن الوزارة ولم تصدر هذه المذكرة وبالتالي ربطنا الحوار ولكن صدرت الأقل بلاغ طمأنات فيه ورجع الأستداء الأقسام لهم نعم ولكن البلاغ هنا لا يمكن أن نتعامل معه لأن هناك فرق كبير بين البلاغ والمذكرة لأن النسبة المذكرة ملزمة للوزارة وبالتالي كل ما جاء في البلاغ هي كلمات تطمئن الشارع المغربي تطمئن كذلك الأستداء ولكن ربطنا الحوار بإصدار المذكرة وهي مذكرة بسيطة جدا يمكننا تصدر في نصف ساعة إلا أن هذه المناورة هي التي دافعتنا إلى عدم حضور هذا الحوار لأنه دون التزام الوزارة ودون التزام الحكومة كذلك فلا داعية لهذه الحوارات الماراتونية كذلك بالنسبة للنقابات الست كذلك قطعت هذا الحوار لأنه وجدت فيه حوارا لا مسؤولا ولا جديا طبعا هذا الجانب الذي كنت لمسته في عدم الاستجابة فيه كان بالضبط وش داخل المؤسسات التعليمية وش مع المديرية الإقليمية مع الأكاديميات خاصة نلاحظنا في الأوين الأخيرة بأن الأكاديميات أيضا تراجعت على القرار لإحالات الأساتذة الذين تم تكلفهم بإسناد الأقسام لإحالات الأساتذة التعاقد وبالتالي تم توقيف تلك الإجراءات الإحالة على المجالس التأديبية هذا يبين أيضا أنه كان رغبة في طمئنان الأساتذة للتعاقد للعودة بشكل سريس لمؤسساته والاستمرار في الدراسة ربما بالنسبة للحوار والجلسة للحوار التي كانت بوجود النقابة السيد الأكثر تمثيلية وكانت نسيقية الوطنية حاضرة في صفة لجنة الحوار واتفق مع سيد الوزير على إصدار المذكرة وقال بأنه سوف تصدر المذكرة مباشرة بعد انتهاء لقاء أو الجولة الثانية من حوار عشر عشر مين لكن نفاجأ أنه كانت هناك مجموعة من المشاكل والعراقل التي تجاوزناها إما بتدخل الوساطات أو بتدخل دونيات الحسنة سواء جهويا أو إقليميا حال حالة هذه المشاكل التي كانت وراء العودة كانت تحل إما بالوساطة أو باتصالات هدفية إما مع مدير الأكاديميا أو مع مديري المديريات الإقليمية أو الجهوية طبعا إذا كيف تحمل المسؤولية ووش الوزارة ما فتحتهش قلوات على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الجهوي بشأنها تكونوا وساطات حال حالة هذه الملف خاصة أنه كان إرادة جامعية عدم استمرار التوتر ربنا الإرادة هنا كانت من بعض الأطراف فقط من التنسيقية الوطنية من النقابات السيط الأكثر تمثيلية من بعض الوسطة إلا أن الوزارة لم تكن لديها نية لتنزيل هذه المخرجات لأن التساول الذي يطرح لماذا الوزارة لم تنزل هذه المخرجات في مدكرة يلتزم بها الجميع خصوصا المديري الأكاديميات ثم هو المديري المديريات الإقليمية يعني أحيانا عندما نجد بعض العراقل في إسناد الأقسام أو إعادات مثلا البنية إلى الرابع من مارس يقول لك مثلا مدير مؤسسة بأن ليست لديه أي تعليمات لتغيير البنية وبالتالي هناك غياب بين الوزارة وباقي المديرين أو باقي المديريات هنا نحمل المسؤولية للوزارة لماذا؟ لأنها مثلا الجولة الأولى من الحوار أصدرت بلاغا مدد دقيقة الثلاثين بعد انتهاء الحوار وبالتالي هنا تعاملت بميكيالين مع الجولة الأولى ومع الجولة الثانية التي غابت فيها أي مذكرة تلزم الجميع بهذه الأشياء طبعا هذا التوتر قاطعته بالجلسة هذه الحوار الأسواء الماضي وش غا تستمر في هذه المقاطعة وهي طبعا لن تخدمها لمنظومة طربوية لأن هذا التوتر كله غين عكس ربما هذه نهاية السنة ولكن غين عكس أيضا في السنة المقبلة على المرضو الطربوية التي تلامد مادم أن كان توقفات وإضراب المستمر كثير تقريبا شي وصل تسعود وخمسين يوم أو ثمانية وخمسين يوم نضيفه لي في السنة المقبلة إضراب أخر ممكن تدفعه به لأن هذا الخلخلة هذا التوتر الحوار ربما يسبب في هذا اللاتقة اللاتقة بينكم وبين الوزارة وأيضا هذا غا يدفع أنه الوزارة غا تستمر في اتخاذ بعد الإجراءات وبعد التدابير لربما ما غا تكونش لا في صالحكم أنتوما ولا في صالح تلمد ديال للمنظومة الطربوية نعم لأنه بالنسبة للعودة هذا السؤال هذا يطرح في إحلال نجب أن نطرحه على الوزارة إذا كانت مثلا جدة ومسؤولة لوجود أو لإيجاد حل لهذه القضية ولهذا الإشكال لأن مثلا بعد العودة كنا منزمين بشيئين يأما أن نتعامل كمهنيين أو أن نتعامل بشكل أخلاقي بعد العودة كان يطلب مننا استدراك الزمن المدرسي والتعويض التعويض هنا مع العلم أن الوزارة اقتطعت من أجورنا حوالي ألف درهم لكل أستاذ وهنا اقتطاع هذه الأجرة مع المطالب بالتعويض يعني ناقضين لا يمكن أن نقف لكن صف أجور تم تم صف أجور لكن اقتطاع التعويض كيف اقتطاع عدد الأيام التي كنا فيها مضربين ثم بعد ذلك يطالبون بالتعويض ومع ذلك النسيقية الوطنية كان لها توجه عام من أجل أولا أن يكون هناك التزام أخلاقي بيننا وبين التلاميذ وبالتالي تعويض واستدراك جميع الحصص التي كنا فيها مضربين وبالتالي كانت تعطى وحد العدد الإحصائيات على المستوى على المستوى الوطني أنها كانت مشجعة جدا أقل ما يمكن قوله أن بعض الأستداء أنجزوا ما بين 12-13 ساعة أسبوعيا وهي إضافية ويمكن يوقف على هذا تطوعا وبالتزام أخلاقي وأنا أمامك اليوم يمكن مثلا أن ترجع إلى مؤسستي أو المديرة الإقليمية وستجد أنني أنجزت 12 ساعة زائد الحصص الرسمية التي كانت لدي والأستداء كابلين لأن هذا كانت توجه وطني على أدم الالتزام بالحصص فقط ولكن الحصص الأصلية ثم الحصص الإضافية طبعا هذا التوتور وهذا عدم استئناف هذا الحوار من قبلكم ماذا لو دعتكم الوزارة لجولة أخرى للحوار واش غا تستجبون لدائما مطلب ديكم غا يبقى أنه تنصيص على ذلك في مذكرة وفي قرار يتم وتنزيلهم من المستوى المركزي لمستويه لجولة الإقليمية لأن هنا نتعامل مع وزارة بالتالي الوزارة يجب أن تكون مسؤولة يعني الدعوة هنا إلى حوار غير جدي وغير مسؤول ثم الدعوة إلى حوار مثقف لأن سيد الوزير في الجولة التانية من الحوار كيفاش مثقف هذا لحظة الكلمة كبتردت بزاك بيانات ديلك نعم هذه كلمة تقنية تقنية سيد الوزير خاصة بتنسيقية لا لا خاصة احتب سيد الوزير كان سباقا للحديث عن هذا المصطرح وقال بأننا لا يجب أن نسقف الحوار يعني أن ندع سقفا نهائيا وبالتالي نتحاور على أساس أن نجد حلا ولكن بعد ذلك بعد جولة حوار خاصة أنك أنت في الجنة الحوار وفي الجنة التفاوض مع الوزارة مع السيد الوزير نعم كان هذا المصطلح كان بنسبة السيد الوزير أول ما قال قال يجب أن لا نسقف الحوار كيفاش تقف الحوار يعني أن لا نذهب بالحوار إلى سقف أعلى ولكن أن تفاوض من أجل إيجاد نقطة للالتقاء يعني بعد الجولة الثانية يعني في الجولة الثالثة وقد توعد السيد الوزير على أنه سوف يحمل هذه القضية إلى وزارتين أولا وزارة الماليات ثم وزارة وزارة الوظيفة العمومية على أساس أن يأتي بمقترح في الجولة الثالثة ولكن نفاجأ كذلك بخراجات إعلامية بالنسبة لناتق رسمي الحكومة الوزير الخلفي الذي يقول بأن الوزارة تذهب في اتجاه التوظيف الجهوي العمومي الجهوي وهذا تسقيف للحوار كذلك السيد الوزير خرج كذلك بنفس المقولة وهو الحديث عن التوظيف الجهوي وهو يعرف أن التنسيقية الوطنية للأساسدة الذي نفرد على المتعاقد لم تخرج منذ اليوم الأول إلا من أجل إدماج جميع الأساسدة إذا أنتم ما ما زلتم متشبيتون بالإدماج نعم متشبيتون بإدماج جميع الأفواج الأربعة للأساسدة الذين فردوا عليهم التعاقد ثم إسقاط مختط التعاقد لأنه احتب نسبة الحمل هذا الهم فهو هم جماهيري شعبي وليس الكنسيقية الوطنية وحدها لأن إسقاط مختط التعاقد رمانا في هوة كبيرة ومن نتائجها نجد أن جموعة من الأساسدة توفوا يأما بصراعات نفسية أو بأزمات قلبية أو حالة هنا أستاذ عبدالله حزيلي الذي توفي في الرابع والعشرين من أبريل وكان ضحية لتدخل قمعي وهمجي هذا ما تفوت اليوم نعم ولكن كان تدخلا همجيا وبالتالي هنا لا يفوتني أنني من داخل التنسيقية الوطنية نقول بأننا نحمل المسؤولية أولا للحكومة المغربية في رئيس حكومة العثماني لماذا؟ لأنه لم يتجاوب مع قضية الأساسدة الذي نفرض على المتعاقد نحمل المسؤولية كذلك لوزارة الداخلية في شخص ولأمر رباط يعني وللذين أعطوا التدخل بهذا الشكل ثم كذلك للوزير الخلفي وللوزير حقوق الإنسان الذي قال معا بأنه التدخل بهذه الطريقة فهو جائز لتفرقة مثل هذه المظاهرات كذلك لوزارة التربية الوطنية التي لم تكن جادة في حال حالة هذا الملف هو وزير التربية الوطنية قال كذلك شيء يقع خارج المؤسسات هو كيل نجي آخر ولكن من الذي دفع هؤلاء الأساتذة سبعون ألف من الأساتذة إلى الخروج إلى الشارع لأن احتب نسبة الملف تعاقد هو بنية على اتفاق بين وزيرين فقط بين بالمختار وزير التربية الوطنية ووزير المالية على أساس ماذا على أساس إيجاد آلية للتوظيف المؤقت ولكن الآن تقول الحكومة وتقول الوزارة كذلك بأن التعاقد هو خيار استراتيجي ونعرف بأن الاختيارات الاستراتيجية لبلد مؤين تكون أكبر من ذلك حتى بالنسبة للدعوة إلى توظيف عمومي جهوي فهو مرفوض لأن في الدستور المغربي لا نجد أن هناك جهوية نقاشك الناس في حلقة سابقة كالنشراني لكن المستجد الآن هو الوفاة كتسميه الأب الروحي نعم هو كدائي هو كدائي لكن المستجد اليوم هو صدور البيان المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية الأساسية التي نفورد علىها التي يدعو الإضراء بيوم غد لمدة ثلاثة أيام هذا التطور بهذا الشكل هو الوفاة حاجيلي هو الذي عجل بهذا الغلايان في داخل حاجيلي أم كدفعوا بما صار أنه تانتم ما تسقفوش الاحتجاجات ديركم وتكون احتجاجات متواصلة حتى النهاية السنة نحن لسنا هوات الاحتجاجات نهائيا والدليل أننا منذ بنشأة النسيقية الوطنية الأساسية التي نفورد عليهم تعاقد قمنا بمجموعة من الإضرابات ولكن خارج الزمن المدرسي لعل وعسى أن هذه الوزارة والحكومة أن ترى في هذه الاحتجاجات نقطة لبداية انفراج هذه القضية ولكن لم تستجب بالنسبة لعبد الله حاجيلي لم يكن قط في فصل عن قضيتنا عبد الله حاجيلي منذ اليوم الأول كان أبا روحيا وسيبقى كذلك والآن نحن نسميه شهيدا المعركة النضالية التي كان متواجدا بها وبالتالي هنا كما قلت بالنسبة لعبد الله حاجيلي يدفعنا كذلك إلى التساؤل لماذا كانت تعتيم حول الملف الطبي لعبد الله حاجيلي لماذا كلما ذهبت لجنة كانت هناك لجناء لتتبع حالته لم لم تأخذ ولو فكرة أو معلومة من المستشفى الذي كان بما في الأسرة دياله الأسرة دياله لم تراه إلا في الأوقات التي كان يمر فيها أمامها لأه باش كي يقوم بالدياليس فقط طبعا رجع النقطة اللي شرط لها البيان المفاجئ أيضا ديال ديال المجلس الوطني صدر اليوم نعم واش مكتشوفوش بياننا ثلاثة يام ديال الإضراب وحنا على مقربة من الامتحانات ربما قرار صعب في هذا المرحلة بالنسبة ل يالا رجعت واحد ثلاثة للأسابيع رجعت الفصول الدراسة وتلامت كين ضغط الأوصال كين ضغط الامتحانات الإشهادية ديال الباكالوريا غدوز مباشرة من بعد العيد يوم تالي تعيد السنة الأولى باكالوريا من بعدها السنة التانية باكالوريا من بعدها غدوز تالت إعدادي يعني حتى المستوي الإشهادية كان واحد ضغط كبير ديال المقررات وبالتالي ضياع حتى يوم واحد من الزمن المدرسي له تأثير على النتائج ربما قد تكون نتائج كارية في هذه السنة الدراسية بالعكس أنا كما قلت أن التنسيقية الوطنية كان توجهها الوطني هو استدراك الزمن المدرسي والتعويض رغم الاقتطاعات وبالتالي قمنا بما يلزم نحن مسؤولون على أقسامنا وبالتالي قمنا بما يلزم أما بالنسبة اليوم بيان اليوم الذي خرج بتالت أيام فهو أقل ما يمكن أن نقوم به تجاه هذا المصاب الجلل لأن عبداللحجيلي ليس أب الأستاذ فقط فهو أبونا لماذا؟ لأنه كان يتواجد دائما في نضالاتنا السلمية وبالتالي نحن نندد بهذا التدخل الذي كان في الرابع والعشرين ونددنا بذلك من قبل اليوم نحمي المسؤولية لكل الأطراف التي ساهمت في وفاة هذا الرجل والتي عتمت على الملف الطبي أما بالنسبة للسنوات الإشهادية قلت أننا التزمنا منذ البداية التزاما أخلاقيا بيننا وبين تلميذتنا لأن العلاقة بيننا وبينهم ليست علاقة معرفية فقط بل هي علاقة أبوية داخل أسرة للقسم الواحد وعملنا على إنجاح السنة المدراسية بالنسبة لوزار ربما هي واهية أن تقول بأن السنة الدراسية قد نجحت وبالتالي انتهاء هذه القضية وانتهاء الاحتجاجات ولكن نعيدها بأن حرارة الصيف سوف تكون مرتفعة على السعيد الوطني نعيدها كذلك أنها إن لم تجد حلا لهذه القضية سوف ندخل في احتجاجات لا مسبوقة ولا نظير لها لأن تعبنا من هذه الأشكال التعريفية بالقضية وبالتالي هنا الوزارة هي التي تدفعنا إلى هذه الإضرابات ولا هذه الاحتجاجات شرطي أنه قبل حرارة الصيف سترفع من سقف الاحتجاج ولكن قبل حرارة الصيف كان الامتحانات على الأبواب واشهد القرار التي تختل الآن ديال الثلتيام ديال الإضراب وهذا التوتر اللي كان ديال المقاطعة أضف إلى ذلك الوفاة ديال الأب الروحي اللي كتسمي وديال التنسيقية الوطني الأساتيدة الذين نفر دعم التعاقد أنتم أمام الامتحانات ماذا ستفعلون كالإجراء ديال الامتحانات مجموعة ديالكم الآلاف من الأساتيدة اللي في التناوي كي يبشروا المهم ديال الحراسة وكين الأساتيدة يبشروا المهم الحراسة وتصحيح هل ستلجأون الضغط عن طريق المقاطعة ديال خاصة أنه أن هناك دعوات في داخل الصفحة ديال تنسيقية لمقاطعة هذه الإجراءات ديال هذه الاستحقاقات الإشهادية لا في الإجراء ولا في الصحيح نعم لا بمسبب الدعوات داخل الفضاء الأزرق فهي دعوات تخص بصفة ديالك لأن عندك عوض مجلس الوطني ديال التنسيقية هذه الخيارات كالدرسه بينتكم تخص أصحابها لأن البيان قبل الأخير كانت فيه الدعوة إلى مسك النقط وبالتالي حتى لا يكون التلميذ راهينة بين أيدينا لنجد حلا للقضية وبالتالي هنا نحن دائما إيجابيين ولسنا عدميين هذا مسك النقط لمراقبة المستمع نعم ولكن إذا كانت حدثت على امتحانات سابة نسبة الامتحانات أظن إذا أرغبت شركه فالاستحقات بالشكل لأن العقلاء لأن العقلاء داخل التنسيقية الوطنية وداخل المجلس الوطني وداخل جميع الهياكل هناك عقلاء يتبصرون وينظرون إلى مصلحة التلميذ أكبر من أي شيء آخر وبالتالي لا يمكن أن نذهب في هذا الاتجاه للضغط على الوزارة لأن بالنسبة الوزارة لا يهمها لا مصلحة التلميذ ولا مصلحة الأستاذ إنما يهمها فقط تصطير برنامج حكومي والذهب فيه إلى الأخير أنتم الآن كيف تشبطوا بالضبط بعد هذا التوطر الذي نقوم بالوزارة وعدم الجلوس للحوار ماذا لو دعتكم الوزارة الأسبوع المقبل للحوار هل تتجيبون أم ستتجباتون بمذكرة لتنزليها خاصة وأننا نحن نمتبقى إلا جد الأسابيع أو ثلاثة على أقصى تقدير لنهاية السنة الدراسية بالنسبة للبيانات نسيقية الوطنية الأساسية التي نفرد عليهم تعقد هي بيانات ملزمة للجميع وبالتالي هنا ربطنا بين الحوار وبين المذكرة لأن المذكرة سوف تلغي جميع الإجراءات الزجرية للأساتدى الذين فرد عليهم تعقد وبالتالي لا يمكن أن نعود مثلا إلى جولة أخرى من الحوار دون خروج هذه المذكرة التي تحصن مخرجات ستقطعون الحوار ستحصن لأن التساؤل لماذا لا تريد الوزارة في شخص الوزير أن تصدر هذه المذكرة هذا هو التساؤل لماذا؟ هي صعبة بالنسبة بالنسبة الوسطى يرون في الخيار ذينا أنه خيار صائب لأننا لم نقاطع الحوار بل ربطناه بالمذكرة فقط حتى بالنسبة النقابات مباشرة بعد بيان النسيقية الوطنية أصدرت بياناتها وقالت بأن هذا الحوار الغير جدي والغير مسؤول لا يمكنه أن يستمر بهذا الشكل أو بهذه الطريقة طبعا يوم غادثة التحيقون كما أشرت قبل انطلاق البرنامج وكان عندكم ضغط دي الوقت طال حضور الحلقة دي اليوم لغما أنه حددنا المعد في وقت سابق يوم غاد سيتم الشيع الجثمان دي الأب الروح اللي كتسمه دي التنسيقية المرحوم عبد الله حاجيلي كيفاش غتم هاد العملية وعلى مستوى التنسيقية الوطنية الأسيدة اللي دي نفرض عليهم تعاقد ما دمتم أنكم تعتبرون هذا الملف هو منك العام نعم وبنسبة المشتجد اليوم وبنسبة القضية عبد الله حاجيلي ترتبط ارتباطا شديدا بملفنا المطلبي لأنه في بياناتنا منذ الرابع والعشرين من أبريل كنا نطالب بمعرفة الحقائق حول الملف الطبي لأب التنسيقية اليوم وبعدما نعينا ورزئنا في وفاة هذا الرجل قمنا بإصدار بيان ينعي هذا الرجل بالنسبة لخطوات الغد هناك واصدرت أيضا نقابات تعليمية نعم نقابة اصدرت بيان تنعي الوفاة لأن هذا الرجل لم يموت وهو مثلا يقوم بالتنزل في شوارع الرباط بل كان متواجدا في معركة نضالية كان يعي ما يقوم به وبالتالي هذا التدخل هو الذي كان سببا في وفاة هذا الرجل كذلك بالنسبة على المستوى الغد هناك تأبين جنازة أبتنسيقية بعد صلاة الظهر ومسيرة ليلية بشوارع تبايا ندعيته لأنه دعوت جميع الأساتيد نعم جميع الأساتيد نعم جميع الأساتيد غدا سيتري إذن الأساتيد سيخلوا الأقسم ديانهم غير التحكم نزال وطني عند الثلاثة أيام ديان الإضراب ملزمة للجميع وهي قلنا أقل ما يمكن أن نقوم به اتجاه أبتنسيقية وبالتالي ثلاثة أيام للحداد الوطني لهذا الرجل وبعد ذلك ستكون هناك مسيرة ليلية ندعو جميع الأساتيد من هذا المنبر إلى التواجد والحضور المكتف من جميع الأقاليم المغربية لأن هذا الأب كما قلت سابقا بأنه لم يمت في معركة خاصة به إنما هذا البيان اللي صدر ديال التنسيقية ديال المجلس الوطني اللي سميته بلع حول استيشهاد أبينا عبدالله الحجيلي دعيته أيضا لفوج الآن اللي كيتلقى التداريب في المراكز ديال مهن الطربية وتكوين والفروع ديالها على مستوى الجهة كلها بالمغرب لمقاطعة التكوينات الحضورية خلال أيام إضرب نعم عناش بالضبط تستهدوا لأنه هذا غير مشروع أستاذ لسنة المقبلة ودغي المتدربين عندهم أحد الآجل وعندهم تكوينات خصوية تلقاوه باش يكونوا مؤهلين لتحمل المسؤولية في شتنبير المقبلة نعم بالنسبة للذين يتتبعون البيانات للتنسيقية الوطنية لم ننسى أبدا فوج 2019 لأن دعوتنا في المطالب للتنسيقية الوطنية ندعو بإدماج جميع الأساتد بالأفواج الأربعة الأفواج الأربعة بما فيهم فوج 2019 وبالتالي هنا الدعوة إلى أفواج 2019 بمقاطعة التكوينات الحضورية والالتزام بثلاثة أيام للحداد لأن كما قلت وأعيد بأن هذا الأب هو أب للتنسيقية كلها والأفواج الأربعة تنتمي كلها إلى التنسيقية الوطنية ويسري عليها ما يسري على الجميع وملتزمة بذلك طبعاً غدغت ديرو تشيع ديال ديال الراحل عبد الله الحجيلي نعم وشرطي قبل قريب أنه عندكم أيضاً محطة في أسفي ستباشرون احتجاجية بغينا نعرفه هذا الاحتجاج كيفش كده نعم ستكون وكيف ستباشر هذا الشكل ديال الاحتجاج نعم سوف تكون مدينة صغيرة ديال مدينة أسفي مدينة هادئة نعم مدينة هادئة ولكن أنا أقول وأحمل المسؤولية للذين يصنعون الحدث ويصنعون الحدث ويصنعون التوتر لأن بالنسبة لهذا الحدث كان لا يمكن أن يكون هذا الحدث أو لن يموت هذا الرجل لو أن الوزارة أو الحكومة وقفت على هذا المشكل أو على هذه القضية وباشرت حل حالتها في حينه وبالتالي هناك أشكال نضالية موازية لتأبين الشهيد عبدالله حاجيلي وهناك مسيرة ليلية يعني في انتظار إذا غدروا مسيرتين مسيرة تشييع الجثمان مسيرة تشييع الجثمان تأبين ثم بعد ذلك مسيرة ليلية في انتظار التحاق لأن كين أساتداء لجيين من صحبة كين أساتداء لجيين من شرق من شمال وتتوقعون فهذه المسيرتين شحل غير شرق تقريبا نعم سوف تكون مشاركة مهمة لماذا؟ لأن هذا الأب ليس رجلا عاديا إنما هو رمز للتنسيقية الوطنية وسوف يبقى رمزا وسوف يرتبط ملفه بمرف التنسيقية الوطنية في البعية اللي يصدر اليوم من المجلسة وطنية التنسيقية لدينا فرضي عليه بتاع عقد طلبته فتح تحقيق هذا فتح تحقيق بالنسبة لكم فتح تنسيقية شناه الصدى ولماذا ديره يمكن يمتد حتى المتا نعم لأنه كنا منذ البداية كنا نطالب مش ما كانت اتصالات مع هيئات حقوقية بيش ندخل على الخط كانت اتصالات وكانت هيئات حقوقية تتصل وتطمئن على أن حالته مستقرة ولكن لم تكن هناك لا لا أنا أقصر بعد الوفاة ديال اليوم وصدو البلغ ديال التنسيقية الوطنية هنا بالنسبة البلغ ديال اليوم ملزم التنسيقية وتدعو من خلاله إلى فتح تحقيق حول وفاة هذا الرجل كيف وبأي طريقة لأن احتى التوقيت الذي اختار فيه الذي اختارته الحكومة لنقولها مباشرة الذي اختارته كان توقيتا مميزا بالنسبة لها يعني تقول بأن نحن في نهاية السنة الدراسية والسنة الدراسية بالنسبة للوزراء قد نجحت ولكن هيهات هيهات لأن الملف لم يقفل بعد وهذا الأب الذي نعيه هذا اليوم سوف يبقى رمزا للتنسيقية الوطنية وسوف يبقى مرتبطا بهذا الملف والتحقيق في وفاته يجب أن نقف على كل الوقائع وحتى بالنسبة للملف الطبي منذ اليوم الأول إلى اليوم الآخر من يتحمل المسؤولية لوفاة ديانو الآن بالنسبة لوفاة هذا الرجل محمل المسؤولية أولا كما قلت للحكومة المغربية في شخص رئيسي الحكومة الدين العثماني لأنه لم يتعامل مع الملف وكان دائما يخرج في خارجات بسيطة جدا والحديث عن بيض رمضان أو الحديث فقط كذلك من سيقولك مثلا السنة الأثماني كانت شعله الضوء تنقص ولا تنظر هذه قضايا هامشية ثم نحمل المسؤولية قلنا لوزارة الداخلية في شخصي ولأمن رباط ثم للوزيرين الخلفي ثم الرميد الذين قالوا بأن التدخل بهذا الشكل فهو جائز ثم بالنسبة كذلك لمزارة التربية الوطنية لأنها استخفت بهذا الملف وكذلك دفعت إلى تأجيجي الاحتجاجات ثم بعد ذلك ناورت ولازالت تناور ولكن التنسيقية الوطنية تتابع الملف ولن تقف عند هذا الحد وستطالب بمطالبها العادلة منذ الرابع من مارس 2018 إلى اليوم يضاف عليها معرفة حقيقة وفاة عبدالله حجي إذن هذه الوفاة عبدالله حجي سينضاف المطالب اللي كتبناها تنسيقية منذ تأسيسها ولمازال كتناضل من أجلها هناك من يعتبر السيح حسين بأن إضراب ثلاث أيام يوم غد أنتم كتسموا حدادا على وفاة عبدالله حجي هو إضراب يأتي في الزمن ضائع من الموسم الدراسي ولم يعد مؤثرا في الموسم كما كان لإضراب دي المارس ودي الأفريل نعم واش نتعلم هذا الانتقاد هذا نعم هنا البيان لا نتوخى منه التأثير على الزمن المدرسي لأن أول من يتضرر من ضائع الزمن المدرسي هم نحن لأن بعد ذلك سوف نستدرك هذه الأشياء وبالتالي أولا بعد ذلك كان اقتطع نعم كان اقتطع نعم دون التمن نؤدي الدمن ثم نعود وهذا إشكال بالنسبة بالنسبة السي بالكيران الذي تحدث عن هذا الإشكال أو الذي أجاز اقتطاع بالنسبة للإضراب العمل المقابل مقابل العمل كذلك إذا كانت هناك اقتطاعات يعني لا يجب أن نعود ولكن بصفة أخلاقية وبالعلاقة التي تربطون بالتلاميذ عوضنا هذه هذه الساعات الضائعة واستدركنا الزمن المدرسي ثلاثة أيام هنا حدادا وليس تأثيرا على التلميذ هو حداد وهو كما قلت أقل ما يمكن أن نوفيه لهذا الرجل في انتظار ما سنقوم به في الأيام القادمة إذن غير عقد المجلس الوطني بشي تأخذ قرارات أخرى ربما كتسميها قرارات نيضالية وأكثر حرارة مع قرب الحرارة دي للصيف نعم قلنا بأنه لا بالنسبة للصيف سيكون أكثر حرارة مما هو عليه وهذا المجلس الوطني عن عقد فنية الأسبوع الحد الآن بالنسبة للجان التي تعمل على هذه الأشياء يعني بعد بعد تأبين الغد والمسيرة الليلية سوف نرى هل سيتم عقد مجلس وطني في خلال هذه الأيام لأنه بالنسبة الظروف والمستجدات ثم كذلك تسطير نضالات بالنسبة للصيف حتى لا تقول الوزراء أو يقول شخص آخر بأننا نؤثر على الزمن المدرسي أنت عوض وجهة الحوار وحضرتي في الحوار كيفش كتشوف الأجواء دي الحوار في داخل الوزارة وش هي أجواء مطمئنة لأننا نقيل والقال يقال في خارج أسوار دي الجلسة دي الحوار أنت من الداخل مثلت آلاف الأساتذة خمسين ألف أو خمسة وخمسين ألف أستاذ وش كتشوف بأن الوزارة تقدم تطمينات حقيقية للنساء ورجال تعليم الأساتذة المتعاقدي بالنسبة للوزارة في الحقيقة حيث هذا بغتنا عرفه أنا وهو عرف المتابعين معنا لأن ليس ما نرأ كمن سمع كمن سمع نعم بالنسبة لجولة الحوار العاشر من أبريل العاشر من ماي كانت يعني جولة مسؤولة يعني قبل الخروج كانت جولة مسؤولة لمدارة فيها لمدارة فيها واستمعنا إلى السيد الوزير وكان موقف النقابات موقفا ليس بالشكل يعني بالنسبة للنقابات حضرت معنا كحامل القضية وليس كمشاركين أو كملاحد يعني دافعت كذلك على الملف بكل قوة ونبهت إلى ضرورة حل حالة هذا الملف في حينه ووقته بالنسبة للوزير كذلك الذي أجاب به أنه سيحمل هذا الملف إلى وزارتين مسؤولتين كذلك وهي وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية على أساس أن يأتي بمقترح جديد في الجولة التي كانت ستعقد في الثالث والعشرين من مايل طبعا نفترض أن الوزارة الآن دعتكم الحيوار بعد هذا الهودن وهذا التوتر لكي إن هذا الأسبوع مر الأسبوع المقبل أو بعد العيد دعتكم الحيوار واشغل تستجبوا على الأقل لإعادة دفع التقاب بينكم مبين بالوزارة هذا سوف يكون مرتبطا أولا بالنجلس الوطني المجلس الوطني هو سيد نفسه هو الذي يقود محطة نظاليا كلها هو الذي يناقش بعقلانيا ويتخذ القرار إذا اتخذ بناء الاستشارة موسعة من تنسيقيات الجهوية نعم والأقليمية والأقليمية كذلك لأن الجمعات العامة بالنسبة الأساتذة والجمعات المحلية هي التي ترفع من جمعة من التوصيات إلى ما هو جهوي ثم إلى ما هو وطني بعد ذلك بخرجات هذه الجمعات العامة هي التي يمكن تصريفها إلى المجلس الوطني واتخاذ القرار إن المجلس الوطني هو الذي يحدد لهذه اللجنة المنفتقة عن المجلس الوطني هل تحضر وبأي إجابات وبأي وعلى أي ضمانات أم تقاطع هذا الحوار أم تحضر فيه أنتما عندكم جمعة دي المطالب كانتوا طالبتوا بالإدماج وكانت شبتوا الإدماج وإسقاط مخطط التعاقد نضاف إليها هذه المذكرة التي تطلبوا بهذا الآن بعد الجولة العشرة عشرة ماية الحوارية مع وزارة تربية الوطنية شكرا كنت تشوفوا أولى وإش الإدماج في النظام الأساسي وبين قوس الإسقاط ومخطط التعاقد أو في مرحلة أولى تلك المذكرة ومن بعدها الإدماج المطالب دي أنا رأى هذه المشروع وظاهرة للعيان منذ البداية هي إسقاط مخطط التعاقد لأن دورك اللي أنك الطالب غير على الأقل دي المذكرة لا مطالب بالمذكرة بل نربط المذكرة بالحوار هذا ليس مطلبا إذن إلا ما كانتش المذكرة ما يكونش الحوار لأن المذكرة ملزمة للوزارة وهنا نطرح تساؤل لماذا الوزارة لا تريد إصدار مذكرة بسيطة جدا تلتزم فيها بمخرجات حوار عشر مي وتحصين هذه المخرجات فقط يعني ما كانش فيها شي حاجة كبيرة جدا أما بالنسبة المطالب رأى مطالب ظاهرة للعيان لا يمكن أن يختلف عنها أحد بالنسبة المخطط تعاقد رأي الشعب المغربي قاطبة يجب أن يدافع عن إسقاط هذا المخطط وكذلك التنسيقية وبنسبة البطلب دي الإدماج نطالب من داخل التنسيقية الوطنية بإدماج جميع الأساتذة الأفواج الأربعة دون قيد ولا شرط ماذا لو لم يتحقق الإدماج كمطلب دي الإنسيقية الوطنية الأساتذة الذي نفرض عليه التعاقد واللي كان هذا المدكل المطلب دي الأساس في الملف الشمولي دياله من دابر شوتنبير نعم ماذا ستفعل من هذه اللحظة إلى شوتنبير سوف تكون هناك محطات كبيرة جدا إذا أنتم مرات قلسوا ترتاحوا في الصيف لا يمكن أن نرزح لأن ما زال القضية فوق دهرانينا وبالتالي نلتزم بهذه القضية وسنناضل من أجلها لأنها بالنسبة المخطط تعاقد هو مخطط الذي يجب إسقاطه لأنه مخطط موجه ضد عامة الشعب المغربي وأبناء الشعب المغربي والإدماج كذلك مطلب ديالة نسيقية وبالتالي الأيام المقبلة والأيقاد المجالفص الوطنية هي التي سوف تحدد خارطة الطريق والاتجاه الذي سوف نذهب فيه إلى حين تحقيق هذه المطالب بالنسبة المستجد اليوم أقول بالنسبة الديمقراطيات العتيقة مثل هذا الحدث يفرض على الحكومة الاستقالة اليوم قبل الغد في الديمقراطيات العتيقة والتي تحترم نفسها يعني كان هناك هذا الرجل سنقول قتل في تظاهرة سلمية مرتبطة بالأساتد الذين فرد عليهم التعاقد وبالتالي سوف نتساءل في كل نضالاتنا وفي كل مسيراتنا لم تسجل علينا ولو حركة تخريبية واحدة نحن مسؤولون ومتزمون ونهيئ لكل المسيرات بشكل ماراتوني نعمل مثلا ثلاثة أيام أو أربعة أيام بلياليها ونهارها حتى تنجح بدون تخريب وبالتالي هنا إذا كانت هذه الحكومة مسؤولة وتعترف فعلا بمسؤوليتها عليها اليوم أن تتنحى عن المسؤولية وتترك هذا الأمر لأناس آخرين هناك اتهامات لداخل المجلس الوطني ودائما هذا في أية نسيقية أن القرارات المجلس الوطني يتم متسيسها وهناك هيمنة واحد طيار سياسي نقابي ومؤخرا كان قررنا في إحدى النشاطة النقابيين في توجه معين قال بأن في البنية ديال الأعضاء المجلس الوطني ديال التنسيقية رأى يكون هناك هيمنة واحد طيار معين نقابي سياسي واحد توجه يدفع بقرارات التنسيقية نحو المواجهة بدل الحكمة والرزانة والتعاقل هل هذا شيء صحيح هذي مغالطات فقط بالنسبة وش كدنو بأن هذي الاتيامات الهدف منها وتشويش فقط هذي تشويش على النضالات التنسيقية الوطنية المجلس الوطني بجميع هياكله نختلف في تصوراتنا وفي التقديرات أيضا في التقديرات كذلك نختلف ولكن نحتكب دائما إلى بناء تصور عقلاني وآخر تصور عقلاني هو تعليق الإضراب دون قيد ولا شرط تصور معي كيف أنه بعد سبعة أسابيع من الإضراب كان بالإمكان أن ندفع إلى التمديد ولكن استحضار مصلحة التلميد وبكل عقلانية جعلت مننا نوقف هذه الإضرابات ونعود إلى الأقسام ولو لم تكن هناك ضمانات وبالتالي هنا المجلس الوطني دائما يحتكم إلى الحكمة والتعقل ويناقش بكل وضوح رغم اختلاف خلفية الفكرية لأننا لا يمكن أن نتحدث عن تجانس تام ولكن نحتكم إلى العقل ونناقش بماراتونية رأى أحيانا المجلس الوطني يبدأ صباحا من الحاضي عشر صباحا ولا ينتهي إلى التالتة ليلة وبالتالي داخل المجلس الوسط كل واحد مسؤول عن نفسه والكل يناقش من أجل التنظيم والتنظيم يعلى ولا يعلى عليه نحرم مع الأسف كانت مكالمة هاتفية على الخط لكن قطع على الخط ماذا لو ضحت الوزارة بالأسف ذا دية التعاقد لأنها توجه في الفترة الإضرب هل ستثنيكم عن التراجع عن مين فيكم طلابي لأنه كان هذا الكلام وقبل ما نعتيك هذه الإجابة على هذه السؤال نحرم مكالمة هاتفية ونحن في الاخرار الأخير دي البرنامج جديدنا ألو السلام عليكم ألو ألو السلام عليكم مع الأسف نقطع الخط لأنه كان هذا توجه هذا الكلام يا روش على أنه الوزارة مستعدة للتضحية وحدة المجموعة دي النشاطة في داخل التنسيقية لا في المجلس الوطني ولا في الجهات ولا في الأخالي باشا أنها تعاود تستقر لمنظومة الطربوية وارجعوا لأساتذ الأقسم ديهم نعم وشهد شيء غيدفعكم أنكم على الأقل المنسوب دي النظار يكون شيء شوية ديه ديه نقص بالنسبة الوزارة قامت بما هو أخطر من ذلك عندما أدخلت مجموعة من الأناس أشخاص من خارج المنظومة بالله عليك هل تشوف الفطرة ديه نعم هذا بالنسبة بالله عليك كيف يمكن ومثلا لشخص من خارج المنظومة أن يقوم بالدعم بدعم التلاميذ لأنه بالنسبة للدعم التربوي الذين يعرفونه أنه يأتي بعد مجموعة من العمليات وبالتالي هنا الوزارة قامت بمجموعة من التصرفات الغير المسؤولة أولا بالدعم ثانيا بإدخال أشخاص بالنسبة ومع كامل احترامات للطلب المجازين كيف يمكن لطالب المجاز أن يدخل إلى المنظومة كانوا محرومين في هذه الفترة ولو يعني لو كانت الوزارة تنظر إلى التلميذ كانت سوف تجد حلا وهو حل بسيط نحن نطالب إلا بالإدماج فقط وبالتالي هنا القول بأن الوزارة مثلا تعد مخطط للاستغناء عن جميع الأستداء إذا كان هؤلاء الأستداء ينتمون لهذا الوطن فمن حقهم الانتماء إلى هذه المنظومة وإلا فليتم طردهم خارج هذا الوطن أنا داك ممكن للوزارة أن تقوم بما بما تشاء بعد واقعات التوتر مقاطعة الحوار الحديث اللي وقع اليوم بما تطالب وتنسقي اليوم نعم بعد رسالة الإضراب اللي غي بدأ غدى وتعطوا الحوار عشنا مطلب دي لكم الآن قبل كما سميته النضال دي الحرارة الصيف نعم بالنسبة الكنسيقية الوطنية اليوم أهمها الوحيد والأوحد هي تأبين أبي التنسيقية عبدالله حاجلي هذا أولا ومن هذا المنبر ننادي جميع الأساتداء على ربوع هذا الوطن من طنجة إلى القويرة إلى الحضور غدا صباحا لتأبين أبي التنسيقية عبدالله حاجلي بعد صلاة الظهر ثم مسيرة ليلية مساء بمدينة آسفي وبالتالي الهم الأكبر اليوم أو الآن هو تأبين هذا الرجل والوقوف على الحيتيات وكما قلنا بالنسبة للبيان الدعوة هنا إلى فتح تحقيق حول حيتيات مقتل هذا الرجل لأن هذا الرجل لم يموت وفاة عادية بعد ذلك ربما سينعقد مجلس وطني لوضع خارطة من الطريق والوقوف على كل هذه المشتجدات وتصطير أشكال النضالية أخرى في انتظار ما سوف تجود به الوزارة الذي سوف يكون مرفوضا إذا لم يكن الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وبالتالي إدماج جميع الأساتد جميع الأفواج دون قيد أو شرط إذا ربا زلتم تتشبثون بالإدماج نتمنى أن تفتح الوزارة حوارا مع الأساتد الذي نفرض عليهم التعاقد وأن يستمر هذا الحوار لما فيه مصلحة تلاميذ وتلميذات كل مؤسسات تعليمية بالمغرب سواء في الحضر أو في القروي في الأرياف وفي البوادي نتمنى أن ينتهي الموسم الدراسي على إيقاع توفق بين أساتد التعاقد ووزارة التربية الوطنية نكون بهذا قد استوفينا حلقة برنامج اليوم قضى ملفات للنقاش أشكر باسمكم وباسم مساعدي في القمطر الفني سي أحمد الهيبة الصمداني سي حسين سوكيان وعضو لجنة الحوار مع وزارة التربية الوطنية ومنسق جهوي لأساتد الذي نفرض عليهم التعاقد بجهة سوسمس وعضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتد الذي نفرض عليهم التعاقد نضرب لكم موعدا في حلقة جديدة ومباشرة وفي موضوع جديد يوم غد في نفس التوقيت على الساعة العاشرة ليلا فانتظرونا رمضان مبارك كريم انتظرونا على قناة ريمال تي في ملفات للنقاش ملفات للنقاش يستضيف سياسيين وفائلين وأصحاب القرار في قضاياكم فانتظرونا قيلة شهر رمضان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر